نعزي أنفسنا ونعزي المقام السامي حضرة صاحب السمو حفظ الله ورعاه وإلى كافة أبناء الشعب الكويتي وإلى الأمتين العربية والإسلامية بهذا المصاب الجلل بفقيد الأمة الذي كان وسيبقى بإذن الله ذو المقام السامي الرفيع الذي تحلى بالصفات الطيبة منها التواضع ومنها العفو ومنها الزهد وكان دائماً غريب من المواطن الكويتي يشعر بمعاناته يشعر بكل ما يعاني منه وكان الأب الكبير الحنون لكل كويتي وقدم الكثير خلال مسيرته العملية وكان مخلصاً في عمله متفاني أيضاً في عمله فلا نقول إلا أن الله وإنه إذا يراجعون ونسأل الله له جنات الخلد ونقول أيضاً لخير خلف لخير سلف لحضرة صاحب السمو حفظ الله ورعاه مجددين له البيعة وأيضاً ندعو له أيضاً بالسداد والتوفيق وأن الله يمتع بالصحة والعافية ونحن في مجلس الأمة إن شاء الله راح نكون داعمين ومساندين للمقام السامي في مهامه ومسؤولياته الجديدة داعنا الله أن يمكنه وينصره ويوفقه التوفيق الطيب ترجمة نانسي قنقر